معي من إربيل معي لؤي أمين مراسل أخبار الآن فيما يتعلق بآخر تطورات العراقية التي تحدثنا عنها قبل قليل وتحرير القوات العراقية لمنطقتين حي باب جديد وسوق الأربعاء مساء الخير لؤي هل من جديد ممكن أن نقف عليه معك فيما يتعلق بآخر تطورات للقوات العراقية في هذه المرحلة الحاسمة الأخيرة التي يخضوها ضد داعش نعم مساء الخير ميسون تطورات كبيرة حصلت اليوم ليس فقط منطقة باب جديد وسوق الأربعاء وأيضا هناك تم استعادة الجسر الحديدي وأيضا في آخر ساعات النهار وصلت القوات العراقية إلى منطقة سوق الشعارين نحن نتحدث عن أهمية سوق الشعارين وهو النقطة الأخيرة لشارع نينوى شارع نينوى وهو قلب المدينة القديمة يمتد من الجسر القديم وحتى وصولا إلى شارع خالد بن الوليد هذا ما تبقى من المدينة القديمة فقط ثلاثة أو أربع شوارع وقبل قليل أيضا هناك كانت زيارة مفاجئة لرئيس الوزراء العراقي إلى مقر العمليات المشتركة يبدو أن الساعات القليلة المقبلة ستشهد انعطافة أخرى من عملية تحرير الموصل الآن المدينة القديمة ما تبقى منها تم تقطيع أوصاله من قبل المحور الشمالي الرد السريح حيث سيطرت على أغلب المحور الشمالي والمحور الجنوبي الشرطة الاتحادية لم يبقى لها إلا أمتار قليلة وتكمل محورها بعد وصولها إلى الجسر القديم وأيضا جهاز مكافحة الإرهاب لم يبقى له إلا سرشخانة ومنطقة الشارع النجيفي وشارع خالد بن الوليد يبدو أن الساعات القليلة هي حبلة بأخبار جيدة بالنسبة لعمليات التحرير سنكون معكم دائما مراسلين هناك في العراق للوقوف على كل هذه التطورات لأيامين مراسل أخبار أمن إربيل شكرا